السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شهر السلام ومنكفه بقسم الفياب المتأكوزاتيب الأفعال اللي بتاخد حالة المفعول به اليوم عنا كمان عشر أفعال جديدي أول فعل هو ضغوكن ضغوكن مع الو أملاوت انتبهوا لهذا الحرب انه فوق النقطين لانه في فعل تاني اسمه ضغوكن بدون هاي بدون النقطين هدول ضغوكن معناته انه يضغط وهون دايما انه هاي يفعل بجمع اكوزاتيب والبايشبيل ادركت دنكنوف درائمال ادركت دنكنوف درائمال ادركت يضغط دنكنوف هي الكبسي او الزر يعني الزر لما بتشوف مثلا شي بدك تشغله مثل ماكينة نسمى بدك تكبس زر لحتى تشغله هذا الزر اسمه كنوف درائمال معناته الجملة هاي انه هو يضغط على الزر ثلاث مرات ادركت دنكنوف درائمال يعني وقت يشغل شي بيضغط على الزر ثلاث مرات درائمال يعني ثلاث مرات وديكنوف انه يعني الكبسي وهون اجي لانه اكوزاتي صارت دن مننتقل للمسال اللي بعده الفعل التاني هو درائمال بحسين كيف هون كان درائم مع او املاوت هون درائم جانس انفخ وهيدغوكن معناته انه يطبع وبجمع اكوزاتي المثال باشبيل دس انتنام درقت فيلي لعبوشا دس انتنام الشركة درقت فيلي لعبوشا لعبوشا هني الكتب الدراسي لعبوخ مفرضه يعني كتاب مدرسي هني الكتب المدرسي فلي لازين كيف او اكوزاتي و هون درقت يعني تطور يعني هاي الشركة مثلا منحكي عن الشرك بنقول دس انتنام درقت فيلي لامبوشا يعني بتطبع كتير كتب مدرسي الفعل التالت الفعل التالت هو ايرن ايرن يعني يحترم او يكرم وبيجي دايما مع اكوزاتيب هون المثال زي ايرن دين اوتور فور زين لبنزوك زي ايرن يعني هني عم يكرموا او هم يكرمون او يحترمون دين اوتور اوتور هو الكاتب يعني او المؤلف هيك معناته اسمه ديا اوتور وهون لانه اكوزاتيب صارت دين اوتور فور زين لبنزوك يعني هني بيحترموا الكاتب او المؤلف كرمال فور زين لبنزوك كرمال اعامل العمر تبعه لبنزوك يعني عمل العمر يعني متل ما بنعرف نحن انه الكاتب يعني بيقضي حياته كله بالكتابي بالتأليف لهيك انه بيحترموه انه بيحترمو الكاتب لا اعامل العمر تبعه انه يعني هو بيقضي حياته كله بالكتابي او يعني بالتأليف المثال اللي بعده المثال اللي بعده هو اينكاوفن اينكاوفن يعني يشتري بيجي دائما معه كوزاتي البايشبيل كاوف تس اوبست ام سوبرماركت اين كاوف تس اوبست ام سوبرماركت اين يعني اشتري الفواكه في السوبرماركت هون انه اين لانه لاحقه تقيم باسفع فعل قبل الاصل تجي دائما بالاخير بالبغتغيتم بالبغيزنس يعني واحد عم يشتري مثلا اوبست من الشارع او من بسطة يعني بلو كاف تس اوبست ام سوبرماركت اين يعني اشتري الفواكه بالسوبرماركت طبعا هون دس اوبست الوبست هي الفواكه طبعا جمعه متنو ما بنعرف من البلغة الالمانية دائما نجمع الكلمات وودي بس عنا هون حال استثنائي الوبست والجميزة مع انهم جمع الارتكل طبعا تجي دس طبعا المحايد كاف تس اوبست ام سوبرماركت اين در سوبرماركت يعني السوبرماركت نفسه حالا الفعل اللي بعدو الفعل اللي بعدو هو اين لادن اين لادن يعني يدعو بجدان معو اكوزاتيف لادستو داني التان تسم ابن داسن اين لادستو يعني هل تدعو والدك داني ايلتان نعظين اكوزاتيف داني ايلتان تسم ابن داسن اين يعني هل تدعو والدك الى وجبة العشاء وهن طبعاً أبند أسن هي وجبة العشاء وهن أين حدا عم يسأل تاني عم يقول له عم تعزم يعني أو عم عم تدعو والديك للأبند أسن وهو الوجبة العشاء دي أبند أسن عفون دس أبند أسن بصير تسوم لأنه أكوزاتيب اختصار تسودم تصير تسوم اختصار تسودم تصير تسوم لسو دان ألتن تسوم أبند أسن أين طيب حلا مننتقل للفعل اللي بعده الفعل اللي بعده هو انتالتن انتالتن يعني يتضمن أو يحتوي بيجي دائماً مع أكوزاتيب دس واتبوخ انتهلت اين فائلا دس واتبوخ يعني دس واتبوخ هو كتاب المفردات يعني لما تشتري هذا الكتاب بحيث انه مثلاً إذا شفت كلمي غريبي دايماً تفتح مثلاً على الحرف اللي بيبدأ به هو الكلمة وتعرف شو معناتها هاي الكلمة هذا الدفتر او الكتاب اسمه انتهلت هون اين فائلا يعني بشوف انا غلط بالفوتابوخ بقول دس بوتابوخ انتهلت اين فائلا يعني الكتاب او كتاب المفردات يحتوي على خطأ او يعني بالاحرى الكتاب هذا كتاب المفردات فيه غلط فعل اللي بعده هو انتلسن انتلسن يعني يعزل او يقيل او بالاحرى يعني يفصل دي فرما انتلست دين باستن متعبايتا دي فرما يعني الشركي انتلست تقيل دين متعبايتا دين متعبايتا يعني العامل و دين متعبايتا لانه اكوزاتي بصارتهون انا اكوزاتي دي فرما انتلست دين باستن متعبايتا وباستن هون معناتها انه احسن الشي دي فرما انتلست دين باستن متعبايتا يعني الشركة تقيل العامل الاحسن او الافضل يعني يعني في مثلا بالشركة 12 عامل عم يشتغلوا واحد منها 12 عامل هدول هو احسن واحد بيناتهم تجي الشركة بتقيلوا تفصلوا يعني تعزوا من الشغل نجي منقول يعني الشركة فصلت احسن عامل بها الشركة فعل اللي بعده هو يعني يعني يعرف او يعني اخباره هون بجي معه اكوزاتيب هون مثال فم كنت اعفرستو دي واهايت فم كنت ويجي فم لانه فون دم اختصارة بتصير فم مثل هون سو دم اختصارة تصم وهون فون دم اختصارة فم داس كنت لانه داس كنت وداتي بتصير دم فو دم اختصارة فم كنت يعني من الطفل إعافيستو دي فااهيت يعني بتخبر أنت أو بتشهد يعني دي فااهيت يعني الحقيقة مثل ما بنعرف nih حين incorporate الع이라 İyi Ad celestial دائماً بقولوا الحقيقة يعني إذا سألتوا شو شفتوا وشو صار دائماً بيخبرك الحقيقة اللي يشافوا يعني إلا إذا كان واحد عم يوز براسه أو عم يعلمه أنه يقول هي يعني إلا هو من حاله دائماً بقول الحقيقة الفعل اللي بعده الفعل اللي بعده هو أفندن أفندن يعني يخترع أو يبتكر هون بيجي معه دائما أكوزاتيف وهون المثال طبعا هاي الجملة بالبات سيبت سفاي أو باسم المفعول يعني بالزمن الماضي هات دين كمبيوتر أفندن دين كمبيوتر دين كمبيوتر هون لأنه أكوزاتيف صار دين كمبيوتر معناته الجملة هاي أنه مين اللي ابتكر الكمبيوتر من ابتكر الكمبيوتر أو من اخترع الجهاز الحاسوب مين اخترع الكمبيوتر المثال الأخير المثال الأخير هو يعني يستلم أو يحصل على بيجي دائما معه الفعل بيجي دائما مع الكازوس مع الحالة العربية المفعول به وهو سوف تستلم حضرتك يعني واحد مثلا طلب سيارة وهالسيارة رح توصل بيجي بسأله يعني أو إذا عم بدي حكي واحد يعني رفيئة بقوله ضن اهلس داين أو أو داين بوست مثلا ايمت رح يجيك البوست تبعا هيك من يكون وصلنا لنهاية الدرس اليوم بتمنى أنه عجبكم شرح الفيديو الأمسي وبشوفكم بخير إن شاء الله بدروس الجاي في أمان الله